اليوم سوف نتعرف على طريقة و كيفية تحل المشكلة إلى إرسل التأكيد على تطبيقكم السياج قوموا بالضغط على ضبط الإعدادات وسوف نضغطوا على التطبيق mathematics ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل وبحتنا السياج نضغطوا عليه وسوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري وسوف نضغط على الموافقة ثم سوف نقوم بنزول الأسفل وضغط على مكان تخزين للسفل وسوف نضغط على مسح تخزين الموقت من ثم سوف نقوم بإيقاف الوافر خاص بكم معادة تشغيله بدها سوف نقوم بالدهاب إلى مجدر جوجل وهنا سوف نقوم بالبحث عن السياعش خاص بكم وعندما تجدونا هنا تحديثكم بالضغط عليه وزيتيم تحديث تطبيقكم السياعش وهكذا نكونوا قد قمنا بحلي المشكلة ولا تنسوا الضغط على الزيال لايك والإشراك في القناة وأنا كن في فيديو القادم إن شاء الله شكرا